في ظل المعلومات التي تناقلتها وسائل أعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن الزيارة التي ينوي رئيس الجمهورية ميشال عون القيام بها لمنطقة كسروان يوم الأربعاء أشار مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنه لا صحة لهذه المعلومات وأن الرئيس كما هو معلن ومعروف سوف يفتتح بعض ظهر الأربعاء في مدينة جبيل المؤتمر الدولي حول المساواة في الديمقراطية الذي ينظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بالشراكة مع جامعة البلماند أما بالنسبة إلى منطقة كسروان فأن الرئيس عون يعتبرها منطقة غالية وعزيزة تشرف بتمثيل أهلها منذ عام 2005 وحتى تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية وأن زيارتها واجب ككل المناطق اللبنانية لمعاينة المشاريع الإنمائية الكثيرة التي تحققت فيها أما موعد هذه الزيارة فيقرره الرئيس وحده وفق ما يرهم مناسبا وما تقتضيه المصلحة الوطنية ودع المكتب بعض الذين يرويجون معلومات مغلوطة فيها ويبنون عليها مواقف ودعوات إلى عدم إقحام رئاسة الجمهورية في حساباتهم السياسية والانتخابية وكان عون قد استقبل الأمين العام لحزب التشناق النائب أجوبا كرادونيان ورئيس جامعة البلمند الذي قال بعيد اللقاء إننا وضعنا إمكانات الجامعة في تصرف الرئيس عون لجعل لبنان مركزا للحوار بين الحضارات والأديان